هذولا ما فيش يألهم أمان يعني اللي اجتمعوا في باريس هذولا بيكونوا مع إسرائيل وبدهم ينقضوا إسرائيل وبدهم يضحكوا علينا زي ما ضحكوا علينا في مبادرات سابق يعني لكن لا الآن القيادة الفلسطينية الوطنية المقاومة بتقول لك لا احنا ما ممكن نفرض بأقوى أو أوراق في إيدنا نتنياهو وجهه في الحيط الآن لسبب بسيط كل يوم مظاهرات قدام بيته بسبب الأسرة الأمر الآخر في هذا الملف اللي بدأ أحكي فيه أنه كل هاي المبادرة أولا المبادرة الباريس المبادرة الثانية هي قالوا أنه مجموعة رجال أعمال المقربين من نتنياهو عملوا هاي المبادرة ومن ثلاث مراحل كل هذه المبادرة ثلاث مراحل هدفها الأساسي أولا الإفراج عن الأسرة الإسرائيلية ثانيا أنه حكومة عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار والأمر الثالث والرئيسي يجيبوا قوات عربية من السعودية ومن الإمارات ومن البحرين ومن مصر ومن قطر يجيبوهم على القطاع ليش بدهم يقولك هاي في إطار اللي هو مع عملية تطبيع كبيرة جدا يعني إسرائيل بدها تبتز الدول العربية وبدها تبتز المقاومة وتحصل على أولا إدارة عسكرية وبدها كمان التطبيع يعني كل ما بهمها هو التطبيع بلفوا بلفوا بدوروا وبدهم التطبيع مع السعودية على وجه التحديد فهي الحقيقة هي كلها بدهم يخدعوا الشعب الفلسطيني مرة ثانية لكن هذه المبادرات يعني حقيقة يعني قبولها محدود جدا ويجب الحذر أنا شخصيا أحذر قيادة المقاومة من هذه المبادرات لأنه ممكن يعملوا يأخذوا الرهاين وبعدين يرجعوا يحتلوا قطاع غزة كمان مرة ويرتكبوا جرائم إبادة أكبر مترحيل فما لهم مش أمان هذه المسألة الأساسية هذولا الناس ما لهم أمان فيه الآن حديث وهذا أنا حقيقة هذا الحديث له معاني مهمة جدا تسريبات بتقول أنه حركة حماس المقاومة في القطاع ممكن تنفذ عملية أخرى موازية أو مماثلة لعملية السابع من أكتوبر يعني يدخلوا يتعمقوا في الجنوب الفلسطيني المحتل ويأخذوا أسرها وكمان يواجهوا القوات الإسرائيلية في عقر دارها زي ما عملوا قبل ثلاث شهور ونصف هذا عامل رعب عند الإسرائيليين يعني مجرد تسريب هاي المعلوم عاملوا رعب عندهم إذا هم مش قادرين ينسوا اللي هي سبعة أكتوبر بدهم كمان يعني سبعة يعني فبراير أو سبعة مارس قادمة يعني بتصيبهم برعب غير عادي والمقاومة وحماس قادرة عليها يعني اللي بعمل الأولى بعمل الثانية وبعمل الثالثة والأمور الآن كلها خليه طبعا إحنا نترحم على الشهداء ويعني نتمنى للجرحة الشفاء العاجل ما في شك في ذلك وبدنا كمان تبيض السجون بدنا أشقعنا أكثر من آلاف وثمانمائة واحد في السجون الإسرائيلي نتمنى أنهم يروحوا لأهلهم وأن لا يعاد اعتقالهم مرة ثانية الآن إسرائيل حقيقة وقلتها من أول يوم ومن ثاني يوم وأنه كنت متوقع أن الحرب تستمر ثلاثة شهور ونص والمقاومة صامدة ولحتى الآن ما حققوا أي من أهدافها وبعدين الأهم من هيك ما حققوا انتصار ولا وصغير جدا كانوا بيعتقدوا أنهم بدهم يوصلوا للسنوار ولا محمد الضيف ولا يعني مروان عيسى ومحمد السنوار يوصلوا لهم ويقتلهم ويقولوا لأسرائيلي ها احنا انتصرنا لكن هذا ما حصل على الإطلاق